السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين نستكمل معاكم شرح شيت رقم 20 حلو النغلة صح؟ طيب كنا نحكي عن الـ Action Potential تبع الـ Heart حكينا أن الـ Action Potential هي راجع مراجعة سريعة مع أني أنا هلأ كنت أصلاً عم بعمل الـ Recorder لأبل هذا لحضر الفيديو السابق وبعدها قرر يأخذ استراحة الـ Atrial Node Action Potential بالقلب في عندي جهاز عصبي خاص بالقلب بسميه Conductive System أو Conduction System تمام؟ بلش بالـ Atrial Node بولج The Addiction Potential Action Potential بنتقل الـ Atrial Node من الـ Atrial Node للـ Bundle of His من الـ Bundle of His للـ Right والـ Left Bundle Branches بعدين الـ Perkinjee Fibers هذولة اللي هون Perkinjee Fibers الـ Left Bundle Branch لعند الـ Perkinjee Fibers هذولة اللي بالأصفر اللي هون الـ Perkinjee Fibers هذولة انتقال الـ Action Potential وأثناء انتقاله بتوزع العضلات انتقاله بتوزع العضلات طبعا فيه هنا بكون أعصاب من التوفة مش مبينين كتير في الـ Atrium يعني أوكي بتوزع فيهم برضو الـ Action Potential بس يعني هذا بشكل عام الجهاز العصبي تبع القلب الـ Action Potential بشكل أساسي بتولد من الـ Atrial Node بولده ب70-80 مرة في الدقيقة الـ Atrial Node بولد Action Potential ولد 15-40 مرة في الدقيقة ولكن هذول التنين مش كتير مهمية لأنه نفس مبدأ القطار اللي شرحناه بالفيديو الماضي وين نستعد ذاتك يا دكتور فيصل عمش هون بالمحاضره هذيك لتحت يمكن I think انهم هون طيب هيهم بس خلنا نشيل الخربة شتاعية المحاضره الماضيه تمام كنا نحكي انه فرضا عندي قطار هي أنا الـ Atrial Node هي الـ Atrial Ventricular Node الـ Atrial Node بتمشي بسرعة 70 كيلومتر في الساعة الـ Atrial Ventricular بسرعة 50 كيلومتر في الساعة والـ Perkinji بمشي بسرعة 30 كيلومتر في الساعة طيب إذا قطار قلياتهم مربوطين فكل القطار بموه بـ Atrial 70 كيلومتر في الساعة ليش؟ بسبب انه الأسرع فيهم رح يقودهم كلهم عشان هيك أنا ما كتير باهتم الـ Atrial Ventricular أو Perkinji إلا في حالة تعطل الـ Atrial أو في حالة الـ Atrial Ventricular أو الـ Perkinji واحد منه من الأبل وزادت سرعته أو في الحالة الثالثة أيش هي أنه الـ Atrial Ventricular انضرب اللي هو حلقة الوصل بين فوق وبين تحت إذا الـ Atrial Ventricular انضرب ما رح يصير فيه Action بنتقل من الـ Atrial Ventricular لأنه هو حلقة الوصل الوحيدة للـ Atrial Ventricular فبالتالي بيصير فيه عندي Action Potential خاص بالـ Atrium وهو جاي من الساعة و Atrial و Action Potential خاص بالـ Atrial Ventricular اللي هو جاي من مي من Perkinji اللي عم بولد لنا في الأسفل طمامة طمامة إذن هذه الـ Atrial Ventricular الـ Atrial Ventricular الـ Atrial بيكون في الـ Right Atrium هي الـ Right Atrium فوق في الأعلى قطر قريب من الـ Opening الـ Superior Vena Cava الـ Superior Vena Cava الـ Superior Vena Cava هذا اللي هو هون و الـ Inferior Vena Cava الـ Atrial Vena Cava فهو جمب فتحة الـ Superior Vena Cava و بيعمل 70-80 مرة Action Potential قام مش بيناتنا 70-80-60-80-75-75-75 يعني كل واحد بس ما تيجي تحكي لي 15-40 ها هون بضروبك عندي بعدين Atrial Ventricular Nodes هذه موجودة at the base at the Right Atrium الـ Right Atrium الـ Base تبعه تولد Action Potential الـ Atrium Ventricular Bundle تبعه الـ Atrium Ventricular Bundle اللي هي تتفرع من Atrium Ventricular Nodes وتخترق الـ Interventricular System تنقسم الـ Atrium Ventricular Nodes اخترقت الـ Interventricular System ثم تبعه ثم تفرعت الـ Right Atrium Ventricular أو Bundle Branches بعدين عندي آخر شيء الـ Perkinji بطيخة هذول الـ Perkinji بولد 20-40 مرة هايحكي ليحنا حقا كينا 15-40 ها أضربه تمام؟ و حكيت انكو 20-40 طيب ثواني بس طيب جبتني كاسة شاي بس عشان اروه لأنه كنت منرفز يعني ما انا بحاول اصنع جو وغبي يعني ما علش و انا بحكي جبت كاسة شاي وعملنا وسوينا يعني بس عشان يعني انا متأكد منكم أرفانين أكتر مني يعني و انا برضه زهان فلش حدا بيحب دراسي يعني شاطر او مش شاطر على كل حال هكونا بنحكي عن الـ Perkinji 5 بلس حكينا مولده Action Potential 20-40 مرة في الدقيقة اوكي و حكينا انه الـ Generation Potential بيصير كل صفر فاصل ثمانية ثانية تمام يعني 75 مرة Action Potential بيصير في الدقيقة بسبب السينواتريالنود اللي هي قائدة القلب الـ Pacemaker of the heart الـ Pacemaker of the heart معناها قائدة القلب معناها قائدة القلب معناها قائدة القلب اوكي السينواتريالنود هو قائد القلب هو القائد تبع القلب اوكي طيب هذا التخبيص اللي هون هو شرح بس للرسمة اللي كنا بنشرحه هون تعايت السينواتريالنود طيب اللي هي انه هون بكون في عندي سلو سوديوم تشنلز مع كالسيوم تشنلز بلده سلو من نوع من نوع تي في فيس فور دا لما نوصل لـ 3 شولد بيفتحوا قنوات عيونات كالسيوم سريعين جدا سريعين جدا بجوز بياخدوه دا لودة الزمنية الي حطينها هون بياخدو بجوز يعني 0.1 للصفر فاصل واحد او 100 الى 150 ميلي ساكنز اوكي بعد هدول المية الى 150 ميلي ساكنز رايحين يسكروا الكاليسيوم تشنلز رايحين يسكروا نبدأ في فيزة ثري وهو البوتاسيوم تشنلز رايحين يفتحوا راح يطلع البوتاسيوم لبره يتراك من الموجب لبره اوكي شرحنا هذا الفيديو الماضي للي مش مذكر يرجعنا الفيديو الماضي بس هي هلا باختصار اول اشي سلمنبرين ليك صوديوم ممبرين فوتنشل من سالب 65 لسالب 60 هيا هون هاي المرحلة المرحلة الاولى اللي هي فيزة فور يكون الصوديوم سلو عم بطلع فيز زيرو اللي تفتح قنوات عيونات الكاليسيوم بس الكاليسيوم سريع بدخل لجوه بسرعة كبيرة سيزيد الموجب بس بسرعة كبيرة هاي تقليبا من 0.1 لل 0.1156 سكند هاي فيز زيرو بعدين في عندي فيز 3، فيز 3 اللي بتسكر قنوات عيونات الكاليسيوم بتفتح قنوات عيونات البوتاسيوم بطلع لبره بطلع الموجب لبره ببلش ينزل لسالب نراجر الى 0.550 طيب projets ميعنوي إقتوبيك بيس ميكلة إقتوبيق يعنى خارجي نحكي إقتوبيك بريغنانسي، إقتوبيك بريغنانسي اللي هو حمل خارجي يعني إنه بصير في عندى آآ آآ يعني آآ تخصيب طبيعي sexual intercourse طبيعي وبدخل الـ ووصله له للــأغ او البويضة وبصير فيه تلقيح بس البويضة ما بتنزرع في الرحم، شو بتنزرع وين مثلاً؟ بتنزرع في الكبت بتنزرع في الكلا bastante بتنزرع في أي مكان غير الرحم يعنى باختصار اشهر مكان انا هتنزرع في فالوبين تيوب قناة فالوبو هذا بنسبة الاكتوبيك برغنانس لما نحكي عن الاكتوبيك بيسميكر بس مش في مكانه الطبيعي يعني الصينو اتريا النود نفسه موشغال مين اللي بده يشتغل مكانه يا الاتريا وفنتريكيلر نود يا البركنجي حسب مين منهم اللي متوفر تمام يعني انما يكون عندي مملكة بكون عندي قائد بكون عندي وزير او حاكم او ملك او امير بعد ما يروح الشخص الاول في الدولة ايش مكانه ترتبته مين بيجي الشخص التاني النائب تبعه هل النائب تبعه هو بنفس كفاته لا النائب تبعه بيكون بس موقت عنه زي هيك تمام بيجي بعد النائب بيكون فيه نائب تاني تمام زي هيك فنفس المبدأ في القلب الصينو اتريا نود ما عم بيشتغل تمام لانهم عندهم اكشن بتنشل ولو انه سلور ريت فهونا بيصير اكتوبيك بيسميكا متى ممكن يصير هذا الاشي ممكن يصير في حالات اول ايش انضربت عندي الصينو اتريا النود فبلش الاتريا نود عندي شغالة بس انضربت الاتريا وفنتريكلر صار في عندي اتريا وفنتريكلر بلوك فالصينو اتريا رح تشتغل للي فوق الفنتريكلز ما رح يصل لهم من الصينو اتريال فببلشوا هون البركنجي يدبروا حالهم مع البركنجي برضو ايش الحالة اللي ممكن تصير ممكن الصينو اتريال شغالة طبيعي بس الاتريا وفنتريكلر او البركنجي ينهيب له او انه الاتريوفنتريكيلر يوقف شغل فيبطل في توصيل الفنتريكيل زي هون يبلش يشتغلهم كالكنجي او انه كل اياته يكون شغال تمام بس واحد منهم ينهبل وتزيد سرعته على الحد الطبيعي فيتفوق عسان انه اتريالنود في السرعة الطبيعية ويتصير هو القائد هذا مرخص اللي بحكيوي هنا تمام طيب طيب كنا بنحكي انه فيه كوردينيشن بين الاكسايتشن والكونتراكشن ايش معنى كوردينيشن يعني زي تلازم تمام نفترض انه اهي عندي الارد برسمي بسيطة جدا هدول التنيني الاتريام هدول التنيني الـ ventricle هلا باس يصير فيه تكون الاتريام باكس الاتريام لازم يدخلص بلاكسي بعدين بتحول خلص بلاكساب الاتريا في الاتريام العشان يخلص الكونتراكشن في الاتريام قبل ما يبلش الكونتراكشن في الارتريكيلر فبيفضّوا الاتريام اللي فيهم في جوه الانتريكيلر بًا بعبو الأنخبيه ايش everytime the contraction تبع الاخ большой فلازم إذا إذا إجاء سألك الـ contraction نتبع الـعالترام لازم يكون وقت relaxation ولا contraction تبع ventricles بتحكي له وقت relaxation إذا بيجي بيحكي لك متى بكون الـ contraction تبع الـعترام هل هو أثناء مثلا نهاية الـ relaxation ولا مع بداية الـ contraction التبع الـ ventricles بتقول له لا في نهاية الـ relaxation ما يكونون عامING contract الـ ventricles يكونون عاملين relaxation هلا بعد هيك الـ ventricles بعملوا contraction بعد هيك الـ ventricles بعملوا contraction بس الـ ventricles يعملوا contraction الـ atrium ببلشوا يعملوا relaxation الـ atrium يكونوا عم بعملوا relaxation فعادةً فعادةً بس في بعض الحالات المرضية ممكن انه يصير فيه contraction في الـ 4 جميلة هذا ليس الـ normal هذا ليس الـ normal فعادةً contraction atrium ثم contraction ventricles يكون رخوا الـ atrium بعدين برجع contraction atrium ثم contraction ventricles يكونوا رخوا الـ atrium بعدين برخوا الـ ventricles contraction atrium وهكذا ولكن ممكن انه يتزامن الـ relaxation الـ atrium مع ventricles هذا الاشي ممكن في مصطلحين اللي هم السيستولي والدياستولي لما الـ heart لما الـ heart chambers they are contracting يقول محكي systولي of the ventricles معناتوا فيه contraction of the ventricles أما الـ diastole لما يكون فيه relaxation relaxation عم بيعبوا بالدم عم بيعبوا بالدم فالـ systولي الـ chambers قاعدين بيقذفوا الدم فبحكي systولي of atrium معناتوا عم بيقذفوا الدم للـ ventricles diastole of atrium معناتوا عم بيعبوا دم عم بعملوا relaxation حسنا طيب طيب الآن through the atrium في عندي اشي اسمهم internodal pathways في عندي 3 pathways بالـ atrium نفسهم تمام بنتقل فيهم الـ action potential وفي اشي اسمه anterior 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 arterial band هيتحمل الـ action potential من الـ right atrium للـ left atrium تمام؟ إذا في عندي internodal pathways بنقل الـ action potential through the atrium وفي عندي منقل من الـ right للـ left اللي هو الـ anterior 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 arterial band بكاريي impulsed to the left atrium طيب هلأ هادي المدة الزمنية فقط لأجل التقريب يعني تمام؟ عشان انت يكون عندك تصور هلأ بيحكي لك الـ action potential إذا بلّش هونه من السينواتريال نود ليوصل الـ atrium ventricular نود محتاج 0.03 ثانية عشان يوصل الـ bundle of his قدين محتاج؟ محتاج انه بيصير الوقت 0.16 يعني من 0.03 إلى 0.16 لينتقل فقط من الـ atrium ventricular لـ bundle of his وهذا بينطبق على اللي حكيناه انه احنا حكينا الـ atrium ventricular node بيحوش الـ action potential لمدة 0.1 ثانية تقريبا تمام؟ هلأ يعني بيطلع بيوصل الـ action potential من sa node لـ atrium ventricular node في 0.03 ثانية ومن atrium ventricular لـ bundle of his بياخد 0.13 يعني المدة الزمنية كلها اللي هي 0.16 أوكي؟ طيب بعد 0.01 يعني على 0.17 وين بيكون وصل؟ بيكون انتقل من bundle of his لـ bundle branches أوكي؟ إذا من هون لهون قدين المدة الزمنية اللي أخدها أخد 0.13 يعني قدين صارت المدة الزمنية المقطوعة 0.16 طيب من هون لهون قدين بتكون المدة الزمنية الجديدة هون 0.17 يعني قدين المدة الزمنية المأخوذة 0.01 تمام؟ طيب هو تيوصل لـ آخر جزء من الـ ventricular الـ action potential تقريبا تقريبا بكون المدة الزمنية 0.22 ثانية تمام؟ يعني قدين المدة الزمنية اللي بأخدها 0.3 صح؟ فتقريبا نفس الإشي يعني تقريبا للـ أوكي؟ فقط أنه يعرفوا أنه high delay is to add the atrial ventricular node لأنه الأرقام هاي مش للحفظ الأرقام هي كنا النظر فقط يعني حت لاوصل المصادر تختلف فيه من بينها سعرفوا أنه الـ atrial ventricular node هاي النوع مهمة جدا 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 أنه بعمل delay بعمل delay أوكي؟ وتذكروا الـ pathways أذكركم فيهم بتاعهم الـ atrial ممكن أنه ما حكناهم بسرعة حكينا من الـ right للـ left بانتقل الـ action potential كيف عن طريق anterior inter-arterial band طيب هو أصلا منتقل عبر الـ atrium كيف من anterior middle posterior inter-nother pathways تمام؟ طيب هلا هذا الكلام هنا مع أدل اللي حكينا من قبل حكينا أنه في عنا inter-nother pathways اللي هما يبينقلوه عبر الـ atrium من الـ atrial node للـ atrial ventricular لو يوصل الـ atrial ventricular اللي هو الـ atrial الـ middle والـ posterior وعنا من الـ right للـ left atrium الـ anterior inter-atrial band أوكي؟ وعنا طبعا الـ gap junctions على الأكيد هذولها بنقلوه بين الـ atrial muscle cells فبدأدو لـ atrial contraction وفي زيهم في الـ ventricles طبعا في زيهم بـ infantricles اوكي؟ فإذاً في عنا inter-arterial pathway from right atrium to right atrium في عنا inter-nodal pathways anterior و posterior و middle طيب حكينا أنه في عنا اشي اسمه الـ atrial ventricular delay اللي هو مبين لما يوصل الـ action potential لهون بتحوش لمدة 0.1 ثانية بعدين بنتقل الـ bundle of piss اوكي؟ هذا بعد ما ينطلق الـ action potential من خارج الـ atrial ventricular node لعند bundle of piss وينتشر في الـ right و left ventricular branches بعدين بـ بصير في عندي ventricular excitation excitation يعني action potential في الـ ventricles اوكي؟ تمام؟ فهذا هو الملخص يعني كل هذه الحكة أصلاً بديهة وإحنا أعرفينه عارفين أنه الـ atrial ventricular node زي ما اتفقنا بأخر 0.1 ثانية 0.09 يعني مش بناتنا اوكي؟ الـ atrial ventricular bundle بالمناسبة اوكي؟ برضو مسؤول عن جزء من delay الـ atrial ventricular bundle اللي هو bundle of hiss اوكي؟ اللي هو الـ hiss bundle الـ hiss bundle اللي موجود هون هذا اللي هون الـ atrial ventricular node bundle of hiss هذا اللي هون برضو مسؤول عن الـ delay بس الـ delay تبعه قليل 0.05 يعني تقريباً تمام؟ عشان هيك دائماً منركز على الـ atrial ventricular node مش الـ atrial ventricular bundle الـ atrial ventricular bundle اللي هي الـ bundle of hiss ما كتير منركز عليها الـ atrial ventricular node منركز عليها لأن المدة الزمنية تعد فيها مدة طويلة اوكي؟ حكيناها كاملاً ما بديش أطور عشان الشيط أصلاً طويل الخلقة فكتير مكررة فيه شغلات فأنا أي شيء مكرر عم بعد عنه على السريع و برضو كله حكينا الـ speed of contraction جيبنا سيرتهم من أسرع يشيل والـ Perkinji حكينا شو معنا Ectopic pacemaker speed of excitation is coordinated by conductive tissue تمام؟ الـ conductive tissue اللي هو الـ conductive system تبع الـ heart فـ conductive system تبع الـ heart بينتقل الـ action potential فيه من السينواتريا و عم طريقاً بينتشر لكل القلب فهي معنى هيك هذا الجملة تمام؟ والـ gap junction زي ما اتفقنا انشور انه بتساعد في نقل الـ action potential لكل المسل و حكينا انه بوث بيعملوا مع بعض وطبعا بوث بيعملوا مع بعض هلأ نبدأ بالـ الـ valve system الـ valve system بتعرف انه القلب فيه 2 types of valve في عنا الـ atrial ventricular valve اللي هو بين الـ left atrium and left ventricle والright atrium and right ventricle وفي عنا simulunar valve simulunar valve اللي هو بين الـ left ventricle و الأورثة هذا الأورثة و هذا الـ left ventricle هيا اللي هون هذا اللي هون هيا موجود هنا وبين الـ right atrium والـ pulmonary trunk حسنا لذلك لدينا 2 types of valves الـ atrial ventricle اللي هو بين atrium و ventricle بين الـ atrium و ventricle هذول التنين اللي بالأزرق وفي عندي التنين اللي رايحة هلونهم بالأسود اللي هم simulunar أو اللي بيسميهم simply بسميهم بسميهم arterial valves arterial valves حسنا لدينا 2 atrial ventricle اللي هو بين right atrium و right ventricle هذا بيكون ثلاثي بكون tricuspid زي ما حكينا tricuspid يعني ثلاثي وفي عندي اللي بين left atrium and left ventricle اللي بيكون mitral أو bicuspid bicuspid bi يعني ثنائي tricuspid يعني ثلاثي أما بالنسبة لل arterial valves أو simulunar valves اللي هي بين left ventricle وبين الأورثة this is the aortic simulunar valve وفي عندي اللي هو pulmonary simulunar valve pulmonary pulmonary artery اللي هو بين right ventricle و pulmonary trunk وفي عندي tricuspid وفي عندي tricuspid what are the functions of the valves الفنكشن ستعون ال valves اول اشي زي ما حكينا انا عندي مثلا هاي قلب وهاي الاتريام الدم بنزل من الاتريام للفنتريام ما بدي اياه يرجع من ال ventricle للاتريام هذا الاشي مرفوض فهذه وظيفة ال valve prevent backflow to the atrium اوكي و شو اسمه كيف هذا الاشي بيصير بيصير بيساعد يعني تسكيرت ال valve بانه مربوط بالتندون الابيض هذا اللي هو مربوط بعضاري ايش اسم التندون الابيض اللي هون تسكيرت ال valve معتمدة على التندون الابيض اللي مربوط بعضاري التندون الابيض اسمه core day tympin فهو عبارة عن تندوم core day tympin والمصل هاي اللي هون اسمها papillary muscle هاي اللي جاي زي الاصمة زي هي papillary muscle وهذا الابيض اسمه core day tympin تمام طيب ايش همي الكور day tympin هم تندون هدول اللي بالابيض وهمي عبارة عن in elastic cords of fibrous connective tissue اللي مربوطين بالpapillary muscle سواء على tricuspid valve أو bicuspid valve عشان يستعملوا في تسكيرهم نسميهم heart strings ايش نسميهم heart strings فاذا ايش همية هدولا الفالبز همية عبارة عن inter elastic cords of fibrous tissue هكا عم نتطلع على القلب من فوق فهوه بجوز على طلكم ان هاي الصور من محاضرة الماضية مه هه هه ها 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 مهاني الصورة بشكل واضح تطلع القلب كيف قاطعينه احنا هنطلع هون على التراي كاسبت فالف وهون الباي كاسبت فالف لاحظون هون ثلاثي وهون فالف ثنائي طيب وبرضه في عنا الفالفز اللي هم موصولين مع الأوعية الدموية في عنا الأورتك سيميلونر فالف وفي عنا الفلمونري الفلمونري هذا دائم بيكون أمام الأورتك لأنه الرايت فينتركل أمام الرايت فينتركل في تقسيمة الهارت طيب هنشيد لا مش هنا ايننا نحن يواجد عن ايوه هنا طيب هلا بدي تعرفوا انه احنا عنا هلينفكروا هي الظنطقية عنا اول اشي الدم رايح ينتقل من الرايت فينتركل تمام فبنفس الوقت راح ينتقل من الريفت فينتركل هذا لما يعمل الاتريام كنتراكشن طيب هذا لما يبدأ شو يعملوا الراكسيشن والفنتركل زيعمل الكونتراكشن الدم بينتقل من الرايت فينتركل إلى البلمونري آرتري ومن الليفت فينتركل إلى الأورتا إلى الأورتا سنطلق إحنا نطلق هذا اللفظ عادة نقصد فيه الفنتركل هذه نقطة مهمة إحنا لما نطلق لفظ الدياستري نقصد دιαستري تبع الفنتركل والاوسول يقصد اللفظ السيستري ليه هو لانقباض venنقباض الدياستري بالالارتخاء فإحنا برضو بنقصد فيه الـ ventricles طيب إحنا الدم بنزل من الـ atria من الـ ventricles ومن الـ ventricles عن طريق الـ left ventricle للـ aorta والـ right ventricle للـ pulmonary artery إحنا الـ ventricles بس يكونوا في حالة دياستولي فهم مرتخيين وعم بيوصلهم بلد من الـ atria فمعناته متوقع أنه الـ valves اللي بينهم الـ valves اللي بينهم وبين الـ atria مفتوحين لأنه هم عم بيجمعوا دم حاليا في حالة الارتخاء إذن السيميلونر valve السيميلونر valve اللي هم الـ valves اللي بينهم وبين الـ arteries تمام بكونوا closed أنهم ما عم بيبخوا دم والـ atria of ventricular valves في حالة هذا رايحوين يكونوا opened ليش رايحوين يكونوا opened إنه الدم عم بتفرغ من الـ atria من الـ ventricles الـ ventricles ما عم بيضخوا هم مرتخيين فما عم بيطلعوا إشي للـ arteries فبالتالي السيميلونر valves اللي بينهم بين الـ arteries مسكرين بينما في حالة السيستولي الـ ventricles منقبضين على هم ما بدهم يجمعوا في حالة الانقباض ما بدهم يجمعوا دم من الـ atria حاليا خلي الـ valves اللي بينهم بين الـ atria مسكرين فـ الـ atria of ventricular valves they are closed closed بينما السيميلونر valve بكونوا opened اللي هم بين الـ ventricles وبين الـ arteries لماذا؟ لأنه في حالة السيستولي هم عم بضخوا دم أصلا للـ arteries حسنا 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 هلا نبدأ عمل الفالبز سيمبلي علشان يفتحوا أو يسكروا آم كيف ممكن نشبهها طيب فتخيلوا اني انا عم بتفرج على باب تمام هاي باب زي هيكة من على باب من فوق هاي هون الفراغ تبع الباب وهنا عم بتطلع عليه من فوق والباب موجود زي هيكة تمام من هون ومن هون مسكل هلا الباب بس يندفع للأمام رايح يفتح زي هيك انا عم بتفرج على الباب من فوق تمام ما عم بتفرج عليه من الامام من فوق الباب رايح يفتح زي هيك تمام وفتحة الباب باتجاه واحد طيب يعني الباب ما بيفتح بهذا الاتجاه لا هذا الاشي مستحيل بس بيفتح باتجاه الامام طيب هلا فرضا انه انا عندي هلا الباب هون مسكر فيش اشي عم بيمر اذا الضغط عندي زاد هون مقارنة بهون الباب رايح يندفع للأمام رح اشوف هذا الشكل طيب إذا الضغط عندي زاد هنا مقارنة بهون الباب رح يندفع بالاتجاه الثاني مسأنا حكيت إنه الباب بفتحه شغير بجهة واحدة فالباب مش رايخ يفتح وبالتالي رايح يضل مسكر وهذا هو نفس مبدأ الفالفز هلأ الأتريو ventricular valves هاي عندي الهارت هنا الفالفز اللي بين الأتريام والفنتريكلز هدول بيفتحوا إذا زاد البرشر بيفتحوا بالاتجاه للأسفل ما بيفتحوا باتجاه الأعلى ه supervise في الأتريو بيفتحوا بيفترجوا بالاتعلى هما إذا زاد البرشر في الاتريا بيفتحوا بيفترغوا في الفنتريكلز نفس الإشي الفالفز لما نحكي مثلا عن پلموناري آرتري مقارنتة بمين ادن في صوره مش مشكلة عن الاورتة أو عن الأورتة بينهم وبين الاتريكلز هلأ الفنتريكل ما طلوب منه يضخ الدم باتجاه الاتري ومش مطلوب من الدم إنه يرجعباتجاه الاتريكل فبتكون فتحة الفالف باتجاه الأرتري فإذا البرشير في الفنتريكل أعلى منه في الأرتري بينضخ الدم من الفنتريكل للأرتري بينما إذا البرشير أعلى في الأرتري من الفنتريكل فالباب رايح يسكر الباب رايح يسكر رح يصير زي هيك تمام فهذه هي الفكرة اللي موجودة طيب طيب هل حكينا أنه الهارت هو جزء من الجهاز العصبي طبع الإنسان ووضيفته بالنسبة للقلب انه يزيد النبض او يقلل النبض carta mynis يض homo ووج kamp مالذيanzit العبارة ممكن نحكي انه هو بيعمل الاتريام لحالهم تمام بس يعني في كتير كتب تحكي لك انه بلا عكل حال المهم نعرف انه هاي الجملة لحالها خلص هاي متفق عليها بين المصادر كلياتهم انه طبب شو بيساوي بقل النبض القلب بيساوي طبعا احنا هيك بس نحكي عن اثار السمباثيك والباراسمباثيك هذا باختصار ولهو في عندي ثلی افكتس والا اينوتروبيك والكرونوتروبيك والدروموتروبيك ورح ناحكي شوه من الافكتس ها دون وكل واحد منهم السمباثيك والباراسمباثيك شو بيساوي بس هلأ يعني ايك اقاعدة عشان نبني عليها بعد شوي السمباثيك كوزز تاكي كارديال وزيادة في نبض القلب والباراسمباثيك كوزز براديكاديال تذكر أنه لا يتم تحلل من الدماغ طيب الان نعرف انه في منطقة هذا الدماغ لدينا وهنا المنطقة هي المنطقة المنطقة في الدماغ في منطقة اسمها كاردو فاسكولار سنتل كاردو فاسكولار سنتل هذه المسؤولة عن التحكم تزيد نبض القلب و تقلل نبض القلب هذه المنطقة تبعث إشارات للقلب بس قبل ما تبعث إشارات للقلب لازم يكون واصلها هي أصلا إشارات عشان نحدد شو الإشارات اللي بدها تبعتها يعني أنا منطقيا عندي مركز للتحكم في القلب في دماغي أكيد مش على مزاج أهله راح يحكي لي والله يلا بنزيد نبض القلب يلا بننقلل نبض القلب لا بده يكون في عوامل معينة مثلا واحد شاف شخص بحبه أكيد راح يزيد نبض القلب واحد زاد الضغط عنده ارتفع ضغطه فأكيد لازم إشارات معينة تشتغل من هنا تنتقل للقلب تحكي للنبض القلب إنه إهدى شوي إنه زيادة نبضك رايح تقدر إنه يرتفع الضغط بالزيادة تمام فهذا الكارديو فاسكولاسيس سنتر بيشتغل على معين إحنا لما نحتاج نرفع النبض نرفعه ولما نحتاج نقلل النبض منقلله طيب على أي أساس رايح من وين بتوصلوا الإشارات من وين بتوصلوا الإشارات أول إشي رايح يوصلوا إشارات من مناطق في الدماغ أعلى منه زي سيريبرال كورتكس زي الليمبك سيستم زي الهايبوثالمس بس هيك أسماء يعني السيريبرال كورتكس اللي هي القشرة الدماغية القشرة الدماغية مثلا مسؤول عن الثينكينج فأنت هون المنطقة الأمامية من القشرة الدماغية زي ما حكينا بلاشت تتفكر بشخص بتحبه فهذه الفئة الإشارات راح تنبعث لكارديو فاسكولاسيس سنتر بنبعث القلب إنه زيد النبض يا معلم تمام طيب هلأ في عنا سنسوري ريسيبتورز بوصله إشارات بردول الكارديو فاسكولار أهم هم البارو ريسيبتورز البارو ريسيبتورز هدولة ريسيبتورز موجودين في الأرتريز اللي في العنق اللي بنسميهم كاروتد أرتريز وموجودين أيضا عند الأورتا هذه الأورتا هذا الإنحناء هذا هو بنسميه الأورتا تمام هو في الأصل الأورتا إيش الأورتا هو ascending أورتا arch of the اورتا descending أورتا بعدين فرسك أورتا وأبدا من الأورتا مش مبينين بالصورة سهذا هو الأورتا هنا في بارو ريسيبتورز وفي بارو ريسيبتورز برضو على أر تريز موجودين في العنق اسمهم الكاروتد أر تريز هدول البارل ريسيبتورز ايش وظيفتهم وظيفتهم يحسوا لبريشر اذا زاد البريشر فورا ببعتوا اشارة للدماغ والدماغ فورا بيستقبل هاي الاشارة في الكارديو باسكولر سنتر وبيبعت اشارة للقلب اذا انخفض الضغط اذا حس مثلا البارل ريسيبتورز انو الضغط منخفض بتوصل اشارة لهون فهو ببعت اشارة للقلب انو زيد النبض عشان انعالج مشكلة انخفاض الضغط انخفاض الضغط بقلل التروية الدموية فنحن نحاول نزيد نبض القلب عساس انه نعوض مشكلة انخفاض الضغط والعكس صحيح تمام في عندي كمان كيمو ريسيبتورز هادول المونيتر لبلوت كيميستري اذا في مشكلة في البلوت كيميستري برضو القلب رايح تغير حركته والبروبريور ريسيبتورز ما علينا من الاشياء كتير يعني هي اهم اشي البارو ريسيبتورز فعليا البارو ريسيبتورز مرتبطة كتير بالقلب بشكل مباشر ومو من كل هاي الاشياء بتوصل الكارديو فاسكولر سنتر وهو في الكارديو فاسكولر سنتر هو مركز اتخاذ القرار ما الذي سنفعله في هذا القلب المسكين هل رايحين نزيد نبضه ولا رايحين نقلل نبضه طيب فرضا ان احنا نزيد نبضه رح يطلع عندي سيمباثيتيك نيرز هادول السيمباثيتيك نيرز زي ما احنا نراحظين هون في القلب السيمباثيتيك فايبرز اللي بالاخضر مغادرين ستاينو آتريان نود والآتريوفنتريكولر ومغادرين الفنتريكولز كمان فهم مغادرين الآتريان ومغادرين الفنتريكولز اوكي رايحين يبعاتوا اشارة للهارت لانه يزيد ثلاث شغلات اول اشي يزيد الهارت ريت تمام هاي منساميها رايحين نحكيها بعد شوي بس خلص ما انه هيك هيك رايحين نحكيها خلينا نكتب هالش نظر نستنى بوزيتف كونوتروبيك افكت هايو بوزيتف ده بكرونوتروبيك افكت تمام هاي اول شغلة بتصير فيه السيمباثيتيك وبرضه ايش بزيد عندي بزيد الكنتراكتيليتي وبيزيد الستروك فوليوم الكنتراكتيليتي اللي هو قوة تنقي بعض القلب تمام والستروك فوليوم اللي هي كمية الدم المقذوفة من القلب الى خارجه يعني الى الارتريز سواء البلمونري ارتري او الاوتا اوكي طيب هذا بنسبة للسيمباثيتيك بنسبة للباراسيمباثيتيك رايح يصير عندي ديكرييز لا الاكشن بوتنشل بالتالي ديكريز ان دي هارت ريت ديكريز ان دي هارت ريت بصير عندي نيكتب كرونوتروبيك نيكتب كرونوتروبيك لاحظ ما جبنا سيرة انه الكنتراكتيليتي تبعت القلب رايح اتقل ولا جبنا سيرة انه الكندكشن للاكشن بوتنشل خلال القلب رايح يقل لانه هون فعليا بالنسبة للباراسيمباثيتيك الفنتريكليز مو مغذيين بالباراسيمباثيتيك ثم راح يتأثر الكنتراكشن تبع القلب طيب اذا هاي هون اللي ذكرنا انه في عندي كاردوفاسكولار سنتر في المضلق اللي برين ستم تمام وهذا الكاردوفاسكولار بتحكم بالسيمباثيك والباراسيمباثيك تبع الهارت اما بزيد السيمباثيك بزيد خفقان القلب او بقلل السيمباثيك بزيد الباراسيمباثيك بقلل نبض القلب تواجه الاجباراتيك وترصار الانتقال فوهو بيتحكم بالهارد ريكيك وال كيفيديو الانتقال 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 التädكالَ كيما الانتقال الانتقالًا woni Air ofiti المفهونات يقوم التركيز الانتقالcして رح نركز عليها أكثر في الاسباراتوري إن شاء الله بنشرح الفيسيولوجي تابع الاسباراتوري في السيوتو إذا يعني ربنا يصر لنا نشرحه تمام فهي الأمور كلها بتعلقة بالاستراتي وفي عند الاسبار الاسبار الى هي المونيتور موبمنت طيب حكينا عن الاؤتبوت وإنه كيف السيمباثيكتون increase in the activity of the heart while parasympathetic decrease it حكينا انه بيضل فيه function تقريبا على 100 نبضة في الدقيقة تمام ليش لانه زي ما حكينا فيه خاص فيه تماما وهذا هو اللي بيشغله من الصفر وفيه من البرين بيزيد أو بيقلل الميت هارت ريت هاي لو انتركنا القلب بدون اي تأثير لا بسيمباثتك ولا ببارسيمباثتك وهي منسميها النيتف هارت ريت نسميها النيتف هارت ريت اوكي this is an important term you have to know طيب هلا احنا بطبيعة الحال في اجسادنا الهارت ريت الطبيعي هو 70 ل 80 طيب هو اقل اذا من النيتف هارت ريت معناته انت بشكل طبيعي وانت قاعد الان وانت ما عم تعمل اي نشاط وجسمك طبيعي لا هو في حالة كتير ريلاكسيشن ولا في حالة انك انت عم تعمل استيميلايشن you are fighting you are running you are making any ام اكتيفتي تمام انت جسمك ضم قلبك 70 ل 80 مرة في الدقيقة طيب معناته انت بطبيعة الحال المستوى الطبيعي انه في شوية بارسيمباثتك انيرفاشن او في شوية بارسيمباثتك استيميلايشن جاي على قلبك تمام يعني انت بوضعك الطبيعي ما بتكون في النيتف هارت ريت ما بتكون تأثير السيمباثتك والبارسيمباثتك سفار لا الوضع الطبيعي بكون في شوية بارسيمباثتك او اكتيفاشن اوكي طيب الكارديوك سنتر نفسه هو مش طالع منه سيمباثتك و بارسيمباثتك الجزء اللي طالع منه سيمباثتك هذا ايش بنسميه بنسميه الكارديو اكسيلاتوري سنكتر والجزء اللي هو بنطلع بارسيمباثتك بنسميه كارديو انهيبتوري سنتر اوكي طيب هلأ اذا منذكرين من ايام سنة اولى كنا دائما نحكي انه السيمباثتك نيرف السيستم طيب بيطلع من النيرف الاخير منه المؤثر على العضو في الغالب بيطلع نور ابنفرين تمام في حالات نادرة ومكن يطلع ايشي تاني زي الدوبامين زي مرات الاسيت الكولين هلأ الـ Parasympathetic دائماً بيطلع منه الـ Parasympathetic Nervous System دائماً بيطلع منه Acetylcholine بيأثر على العضو تمام؟ الـ Acetylcholine بيطلع بيأثر على القلب من الـ Parasympathetic وNorepinephrine بيطلع من الـ Sympathetic Nervs الـ Sympathetic فيه له ثلاث شغلات Positive Chrono-Tropic, Positive Dromotropic, Positive Inotropic الـ Positive Chrono-Tropic اللي هو زيادة عدد نبضات القلب هاي بنسميها Positive Chrono-Tropic Effect بنعبنا عنها مرات Increase Sinus Node Discharge إيش معنى Sinus Node؟ يعني إحنا عنا هاي هي الـ Action Potential تعيث الـ Syno-Aterial Node تمام؟ هاي هي Increase Sinus Node يعني بيصيروا زي هيك فبيصيروا في وقت أقل في عندي Action Potentials أكتر تمام؟ طيب هاي هي معنى Positive Chrono-Tropic أو Simply بيقدر عبر عنها بطريقة أخرى Increase the Heart Rate هلا زيادة انتقال الـ Action Potential يعني الـ Action Potential هو عم بنتقل من السينو-Aterial للـ Aterial Ventricular هاي الزيادة بسميها بسميها Dromotropic Effect إذا زادت positive إذا قلت negative في الـ Sympathetic بيعمل Positive Chrono-Tropic يعني زيادة في الـ Heart Rate وبعمل زيادة في الـ Conduction الـ Conduction of Impulses الـ Velocity of Conduction تمام؟ هاي بسميها Positive Dromotropic في عندي زيادة في الـ Contractility في الـ Contractation هاي بسميها Positive Enotropic الـ Parasympathetic هلا الـ Parasympathetic بيطلع على الـ Stylcholine زي ما حكينا الـ Parasympathetic مييسه انه بيغذي Sino-Atherial Node والـ Atelier Ventricular Junction أو الـ Atelier Ventricular Node يعني بيغذي الـ Atelier تقريبا ما بيغذي الـ Ventricles أوكي لاحظوا انه الـ Ventricles Escape Escape الـ Effect of the شو اسمه؟ of the Parasympathetic وهاي مصطلح الـ Ventricular Escape رح نشرحه بعد شوية بس يكون عندكم علم انه بشكل عام الـ Acetylcholine بيأثر على Receptors في الـ Heart اللي هو بيسببه الـ Hyper Polarization يشاني Hyper Polarization يعني بيزيد 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 خليني أحكي لكم إشي علشان يعني أنا ما أنعجق برضه اعتبروا أني ما حكيت إشي عن Parasympathetic خليني أشرحه بترتيبي بطريقتي أحسن يعني لأنه الشيء جايب أشياء يمين وشمال طيب هلا تطلعوا علي أوليش الـ Parasympathetic Nerves في عندي أنا نير بيطلع من العمود الفقرية أو من الدماغ هلا عم نحكي عن فيغاس نيرف وهو بيطلع من الدماغ نيرف أول نيرف الثاني بيوصل للقلب على القلب رايح يطلع أستيلكونيل بيأثروا على Receptors الـ Parasympathetic عم بحكي أنا الـ Parasympathetic Receptors اللي موجودين على القلب هلا إحنا الـ Parasympathetic Nerves بيطلعوا أستيلكونيل رايحين يأثروا على Receptors الموجودين على القلب في الـ Atrioventricular Node والSino-Aterial Node كونهم هم هدول اللي بتغضوا من الـ Parasympathetic طيب الـ Atrioventricular Node والSino-Aterial Node شو هم الـ Receptors اللي عليهم واللي بيستقبلوا واللي بيستقبلوا من الـ Parasympathetic الأستيلكونيل شو الـ Receptors اللي عليهم الـ Receptors اللي عليهم نسميهم Muscarinic Receptors أوكي Muscarinic Receptors نرموز لهم بحرف الـ M مش مهم كثير اسمهم هدول المسcarinic Receptors في منهم خمس أنواع احنا هلا اللي بهمنا أكثر إشي هو النوع الثاني M2 M2 هذا المسcarinic Receptor هذا عبارة عن G Protein Coupled Receptor إذا بتذكروا الـ G Protein من أيام سنة أولى تمام؟ كنا نحكي إنه الـ G Protein Coupled Receptors هم الـ Receptors that are coupled to G Proteins Simply الإشارة بتنتقل لجوه ما أعرف إذا الدكتور شرحها بس أنا ما أعرف إذا شرحها بإختصار الإشارة بتنتقل لجوه من بره لجوه عن طريق هذا الـ Receptor اللي بيوقلها من جوه هو G Protein شو اللي بيصير؟ اللي بيصير إنه الـ Acetylcholine بيطعم الـ Parasympathetic Nerds برتبط عن مسكيلين الـ Receptor No.2 اللي موجود على Sino-Atrial Node والـ Atrial Ventricular Node اللي هم موجودين في الـ Heart تمام؟ الخطوة الأولى إذن إرتباط لـ Acetylcholine عن مسكيلين الـ Receptor Type 2 طيب مسكيلين الـ Receptor Type 2 شو بيساوي؟ معنه هو G Protein Coupled Receptor رح ينقض إشارة لـ G Protein لجوه طيب الـ G Protein اتفاقنا إحنا أيام في سيولوجيا سنة أولى أنه بتكون من جزء ألفا، جزء بيتا، جزء غاما وجزء الألفا بكون مرتبط بـ GDP إذن أسة الكولين برتبط بمسكيلين الـ Receptor بنقل إشارة لجوه للـ G Protein G Protein ليش بتكون؟ من ألفا و بيتا و غاما وألفا بتكون مرتبطة بـ GDP أول ما تنتقل الإشارة لجوه الـ GDP راح تتبدل بـ GDP الـ GDP راح تتبدل بـ GDP فالألفا بتنفصل عن بيتا و غاما فالألفا بتنفصل عن بيتا و غاما بنرجع نعيد تسلسل الأحداث أسة الكولين التبط بمسكيلين الـ Receptor مسكيلين الـ Receptor نقل إشارة من جي بروتين جي بروتين فيه ألفا و بيتا و غاما وألفا عليها GDP بس انتقلت الإشارة إلها الجي دي بي تبدلت بـ GDP والألفا انفصلت عن بيتا و غاما فصار في عندي ألفا مع جي تي بي هاي الألفا مع جي تي بي شو راح تساوي؟ الألفا اللي مع جي تي بي هاي اللي مربوطة بمسكيلين الـ Receptor Type 2 من أصل الخمس أنواع اللي مربوطة بـ Type 2 بتكون جي بروتين من نوع I يعني Inhibitory يعني Inhibitory تمام؟ Inhibitory هاي الجي بروتين من نوع I اللي هي Inhibitory بتخرب إنزيم اسمه Adenylate Cyclis الـ Adenylate Cyclis كان مفروض إنه يزيد تركيز السايكلك ينشط الـ Protein kinase A ويزيد الموجبية جو الخليه يزيد الموجبية باختصار جو الخليه تمام؟ فالتخريب عليه هلا أدى لأنه حيقل الموجبية جو الخليه أدى لأنه حيقل الموجبية جو الخليه تمام؟ فإذن الإفكت النهائي هو إنه الجي بروتين بعد ما وصلته الإشارة من المسكيلين الـ Receptor بالألفا والبيتا والقاما اللي عليه والجي دي بي اللي عليه تبدلت صادق جي تي بي انفصل الألفا مع البيتا والقاما مع الجي تي بي وهو من نوع I فعمل Inhibition للـ Adenylate Cyclis بطل ينتج Cyclic AMP بطل يتصلنا لبروتين كاينيز A كل هذا الإشي الطوين الزنخ إيش الهدف منه في النهاية؟ إنه إحنا نقلل تركيز الموجب جوه واحدة من الأشياء برضو اللي بتصير مع هذا الباثوي إنه قنوات آيونات البوتاسيوم قنوات آيونات البوتاسيوم رايحة تفتح والبوتاسيوم من وين أوين بتحرك يا جماعة البوتاسيوم تركيزه جوه أعلى من تركيزه بره هاي قاعدة دائما يعني فالبوتاسيوم رح يبدلش يتراكم بره والكارديك موسل سيلزه جوه عفوا السينواتريال نود جواتهم رح يصير مور نيجاتيب صار مور نيجاتيب فهذا الإشي رايح يكلف رايح يكلف السينواتريال نود إنه ياخد وقت أطول عشان يعمل الأكشن بوتنشل تبعه كذلك الأكشن بوتنشل باختصار الأكشن بوتنشل رايحة كمان إيش يحمل ميزة وإحنا عم منغذي السينواتريال والأكشن بوتنشل إنه عم منقللهم التنين مع بعض وهذا مهم جداً لأنه فرضاً فرضاً كان بغذي فقط السينواتريال نود ورق زمين اعتبروا كل اللي حكيته الآن إشي الحكي فاضي لأن المعلومات اللي جاي أهم من المعلومات اللي راحت طيب المعلومة هاي اللي بدي أحكي لكي إياها اللي هي إنه الـ طيب فرضاً أنه كان بغذي سينواتريال لحاله بس الاتريو فينتركيرال كم الأكشن بوتنشل اللي بيعمله بعمل خمسين أكشن بوتنشل في الدقيقة صح؟ طيب الساينواتريا النود فرضا أنه كان لحاله يتغذى من Parasympathetic رايح يقل نبض القلب يقل 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 طيب فرضا نقل عن الخمسين هل نبض القلب رايح ينزل عن الخمسين الجواب لا لأنه الاتريوفنتريكيلا النود مش مغذى طبعا هم في الوقت الطبيعي بيكون مغذى بس أنا عم بضرب مثال هلا مرة تانية نرجع وضرب المثال تبعنا حكينا أن الساينواتريا النود الاتريوفنتريكيلا النود بكون مغذىين من Parasympathetic في حال كان فقط الساينواتريا النود هو المغذى من Parasympathetic هل ممكن نبض القلب ينزل عن الخمسين الجواب لا ليش إنه الاتريوفنتريكيلا النود إذا مو مغذى من Parasympathetic فهو طبيعته إنه ينتج خمسين Action Potential في الدقيقة فبعناته إذا ضل ينزل 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 ال Action Potential تبع الساينواتريا النود رح يصلنا مرحلة إن رح يصير عندي إكتوبيك فيس ميكا أنا هذا الإشي مو طبيعي اكتبك فيس ميكا مو هو إشي طبيعي في القلب فشو بنسوي شو ربنا خلق خلق إنه الساينواتريا النود مع الاتريوفنتريكيلا النود التنين مغذىين التنين مغذىين ب Parasympathetic نيرس تمام كل هذا الحكي مش موجود في الشيء بس هو زي عصب ذهني لا إيشي ممكن يجي عليه سؤال زي هيك طيب البركنجي فايبرز مغذىين بالساينواتريا النود مغذىين زي الساينواتريا النود والاتريوفنتريكيلا النود الجواب لا طيب ليه؟ أحكي لك أول شي انه الاتريوفنتريكيلا النود اللي بيسووه كتير قليل تمام هاي نقطة نتفق عليها طيب الشغل التاني انه احنا محتاجين احيانا نعامل إلقاذ لما يصير فيه عندي مرض معين يعني فرضة هلا فينا عندهم مشكلة في المرض نادر جدا عصبي إنه بكون مثلا إذا شعر باشي شغل المرض نادر جدا عصبي عنده بيكون كتير استيميوليشن عالي لدرجة إنه قلبه ممكن يوقف لدرجة إنه قلبه ممكن يوقف عشان هيك هدول الناس عادة بنحجرهم في المناطق ما يشوفوا فيها أشياء جميلة عن هاي الدرجة ما بنسمح له مثلا انه يشوف منظر طبيعي ما بنسمح له انه يشوف لوحة حلوة ما بنسمح له انه يشوف اي اشي جميل ممكن يعمله طيب هذول الناس خطر انه يوقف نبض قلبهم بس هل تتوقع انه نبض قلبهم رح يوقف تماما ما رح يرجع يشيغل لا شوني بيصير اللي بيصير إنه السيباتاتيك الانيرويشن بيكون كثير 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 شديل طبعا ما فيوصل إشاره الانيواتريا النود وانه قلل الاكشمو التنشن لدرجة إنه يوصل صفر بينما رح يدخل هنا بياركنج اللي هو هو غضاء أصلا بالباراسيباتيك بياركنج ما رايح يستوي هنا؟ بياركنج اللي ببلش يشتغل بعد نص دقيقة من التوقف نض القلب بيعمل إشي اسمه فنتريكولر اسكيب فنتريكولر اسكيب بترك الارسكيب انه هو مو متأثر بالفاراسمباثيك ببلش يشغل حاله بيسلك حال القلب يعني ولو انه مش هاللبض الخرافي سنو على اقل الانسان ما يموت احنا يا جماعة بس يكون واحد عنده كاردياك الرست وقلبه ما يشتغل شو منساوي يعني منمدده على الارض منبعد فوقيه وبايديننا منصير نضغط على منتصف صدره عشان نحرق قلبه بايدينه هل هذا الاشي كتير عملي لا بس انت بدك تمشي الحال انت بدك تمشي الوضع وبتصير تنفس اصطناعي من تمك لتمه يعني هذا الاشي طبعا هو مو كتير عملي بس انت بتحاول بس انك تنقذ حياته يعني لحتى ما تنحوه في المستشفى فنفس الاشي هاي الميكانيزم اللي هاي الميكانيزم اللي هاي الميكانيزم ربنا خلقها في القلب على اساس انه بده صار severe parasympathic stimulation وقف نبض القلب بسبب الparasympathic nervous system لانه تعطر السينواتريالنوب الأتريو ونترقلال البركنجي يتدخر بعد نصف دقيقة تقريبه ويرجع يشغل نبض القلب طولت عليكم بعرف بس يعني كلها هاي معلومات هي استنتاج بشكل او باخر يعني مثلا كعبدالهادي ما درست هذا الحكي اللي انا حكيته كثير منه ما درسته في الكتب ولا اخدته قبل هيك بجوزي المعلومات الطبية انه cardiac arrest و severe parasympathic ومارض نادر هاي اخدتها في الكتب بس موضوع انه ربط الامور بهاي الشكل ما حدا ربطه لكن هذا الاشي بيجي انت من فهمك العميق من المادة فانا عم بس على انه انت تفهم فهم عميق من المادة وهذا الشي برضو جزء كبير منه عليك يعني انت ما تقرأ الشيط هيك قراءة عامة وتحفظ بعض المصطلحات اه حفظ بعض المصطلحات هيفيدك يعني انت كتير مهمة الا تطلع مثلا من الاشياء اللي احنا حكينا بشوي positive chronotropic, dromotropic, inotropic تكون فاهم معناهم وفاهم انه هناك فيه نوربنفرون وهون فيه اسنتيلكولين هاي مصطلحات اكيد بدك تحفظها هاي مصطلحات مهمة بس ما ما يقتصر حفظك على اشي ظاهري انه خلص اوز هاي زي هيك هاي زي هيك فهمت فهم سطحي يالله عدي علي بعده لا 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 لازم يكون عندك فهم عميق وهيك بالذات الفيسيولوجي الفيسيولوجي وبدرجة القاني البيو كيميستري على اساس انه اذا اجاك السؤال باي طريقة من الطرق انت تعرف تطلع هذا اللي في مخك تمام وتحطه على ورقة الامتحان بالطريق الصحيح تمام طيب خديني ارجاع قاعد واقرق وهو انا بحكي ارجاع قاعد لانه انا بس هيك اشرح من حالي باعد ولف لف حوليه من المكتب عكل حال في البيغال نير والفيغاس نيف شو بيطلع اسنتيلكولين اسنتيلكولين بأثر وين طالع هاي البيغاس نير باتفاقنا انه السينواتيك مين بيغذي بيغذي السينواتريال نود والأتريو بنتركلانود ببينما السينباثيك بيغذي السينواتريال نود والأتريو بنتركلانود ويغذي البنتركلانود طيب البرسينباثيك هذا بيغذي السينواتريال والأتريو بنتركلانود طلع اسنتيلكولين برتبطه عمسكر انك ريسبتولز موجودين هنا التغيرات هاي ما اعتقد انه الدكتور راح يسألكم عنها هاي موقع تغيرات سانية اولى تمام كيف انه بصير في عندي ارتباط وبيشتغل عندي جي بروتيين من نوع اي وبعمل انهيبشن للأدنيلات سايكليز اوكي بعمل انهيبشن للأدنيلات سايكليز وبالمناسبة نوريبنفرين بيشتغل عكسه نوريبنفرين بيأثر على ريسبتور اسمه بيتا 1 هاي مهمة هون ان نذكرها هاي المعلومات نوريبنفرين بيأثر على ريسبتور على القلب الريسبتور هاده هو بيتا 1 بيتا 1 this is a very 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 important term ما بعرف ليش مش مكتوبة بالشيت لي بجوز عشان اعتمد صاحب الشيت انها موجودة بالصورة او يمكن دكتور ما حكاية او مكتوبة وره ظلمنا على صاحب الشيت الله يرضى عنكم طبعا يعني بالعادة السؤاليات عافية كل حدا بكتب الشيت على كل حال ليش حكيت مهمة جدا 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 لانه في مجموعة كاملة من الادوية اسمهم بيتا بلوكارز رايحين تاخدوهم بفارما سنة ثالثة المفروض رايحين تاخدوهم بسنة ثالثة فاصل ثاني اضل من سنة اوله هي عبارة عن عكل حال رايحين تاخدوهم بفارما سنة ثالثة هدول الادوية اللي هم البيتا بلوكارز مهمين جدا 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 في علاج الخفقان البالبيتيشن بكون سببه زيادة نبض القلب فاحنا بنعطي ايش يعمل الانهيمشن للسيمباثيك نيرو سيستم على اساس انه يسمح يعطي مجال الباراسيمباثيك انو يزيد شغله فبالتالي بقل نبض القلب فبتروح اعراض الخفقان بتروح اعراض الخفقان اوكي طيب طيب حكينا اسايمباثيك والاراسيمباثيك ما بيعمل الانهيمشن على السينواتريال وع ج mural شركل بيصير نفس تعوني الرس debers ينبه perfreزو اساكريوني الاساكريوني Там يرتضط عليه بوسكارينك رسمتينision عالسينا ويعمل الفق apostle شري بيساوهم المسكر انك ريسبتور هدولا بيشغله جي بروتين من نوع I تمام جي بروتين من نوع I اللي هو بيعمل انهيبشن لاشي اسمه ادنيلات سايكليز الادنيلات سايكليز الاصل انه بيحول الATP لسايكليك اي ام بي السايكليك اي ام بي بزيد تركيزه المفروض مع الادنيلات سايكليز هلأ انا عمل له انهيبشن ونعمل له انهيبشن فهونا هذا انهيبشن طيب السايكليك اي ام بي المفروض انه بنشط البروتين كاينيز اي واللي بالاخر رايح يقدي لايش انه الممبرين يعني واحدة من الاشياء اللي بتصير انه الممبرين البروتاسيوم تصير تطلع البروتاسيوم لبره تصير تطلع البروتاسيوم لبره في التالي بزيد الموجب ببره بقليل الموجب جواه هذا بزيد بعمل هايبر بولاريزيشن وبيزيد الوقت اللي بنحتاجه علشان نعمل اكشن وتنشى الواحد اوكي هلا عكسه هذا بيصير بالمسكرينك ريسبتور تمام اللي هما بيتغذوا من البراسيمباثيك اللي بتغذوا من البراسيمباثيك نيرفل سيستم طيب السيمباثيك نيرفل سيستم شو اللي بيصير فيهم السيمباثيك نيرفل سيستم بيكون عندي بيتا وان ريسبتور بيشغل جيب بروتين من نوع اي عفوا مش من نوع اي جيب بروتين من نوع اس جيب بروتين من نوع اس هذا وظيفته انه يشغل الادنيلات سايكليز فما رح يصير هذا التغير بالعكس رح يصير عنا ديب بولاريزيشن سريع يصير عنا ديب بولاريزيشن سريع لانه منزيد فتح قنوات ايونات السوديوم قنوات ايونات الكاليسيوم تمام منع هذا الادنيلات سايكليز بيزيدة فتح قنوات ايونات البوتاسيوم بينما تشغيل الادنيلات سايكليز رح يزيد فتح قنوات ايونات السوديوم قنوات ايونات الكاليسيوم والتنين ريحين يتحرك ومن برة لدجوه رايحين يتحرك ومن برة لجوه رايح لزيد تركيز الموجه بدجوه فبالتالي راح ي Зصير في عندي اكشن بوتانشئ segment لانه 여기 two different systems استمباثي تيكناليوبا system and polyisiejطي تيكناليوبا system يقوم بتاسيوم البرميابيليتي في رسفونس لأستيلكولين لذلك يسبب تسيوم البرميابيليزات عامسو الجي بروتين من النوع S اللي هو بيشتغل بعد ما السيمباثيك نيرو السيستم يطلع نور إبنفرين يشغل البيتا 1 رسيبترز حكينا في عنا أدوي اسمهم بيتا بلوكرز راح يتدخلهم بعدين البيتا 1 راح يشغل جي بروتين من النوع S الجي بروتين من النوع S بيشغل أدليت ساكليز بيزيد الساكليك أم بيزيد البرميابيين كاينزة A هذا سيضع البرميابيليزات والكالسيوم لذلك سيجعل البرميابيليزات والدبولاريزاتيين بيزيدة هذا سيجعل البرميابيليزاتيين بيزيدة حسنا هذا ما قلنا هنا أن البرميابيليزاتيك في عندي مصد كرينيك رسيبتور مصد كثيرا أني ذكرتها أنه في عندي مصد كرينيك رسيبتور مصد كرينيك رسيبتور تحديداً طايب 2 و هون هو كل الباثوي اللي أنا حكيته اللي موجود هون بالصورة طيب طرعا ماذكرين كلهم و حكينا أنه بيصير هايبر بولاريزاتيين بسبب فتحة بوتاسيوم تنيلز من ارتباط الأستيلكولين بالمصد كرينيك رسيبتور هذا الأشي بيقلل اللي مرتضت فيها منينجي بروتين من نوع I ففهمنا كل هذا الكلام هون ملخص للحكي كل اياته اللي حكينا حكينا أنه السمباثيك نيرف السيستم شو بيساوي بسبب انه الـ بسبب انه الـ و برضو الـ لأنه زاد الـ راح يزيد الـ والـ راح يصير راح يصير الـ راح يصير في مقابل الـ ولكن الparasympathetic مهم نعرف انه ما بيغذي الventricular مصر وهذا الاشي كتير مهم وهي نبهنا عليها النقطة فبالsympathetic بيصير في increase the strength of contraction وهو نو significant effect so this is a very important point انه الventricular بيجي بيسألك عن ال inotropic effect ال inotropic effect بالparasympathetic ال inotropic اللي هو ال contraction هوة ال contraction بتحكيره في ال sympathetic بيزيد بيكون positive في ال parasympathetic ما بحكي عنه negative لانه ال parasympathetic nerves ما بيغذي ال ventricles فما بيصير فيه reducing تقريبا في ال contraction بصير فيه reducing في ال contraction تبع ال atria وهذا مش اشي كتير مهم تمام ف almost almost هاي مهم النقطة هلا شايفين كيف الرابط مهم هاي النقطة نحكيها انه ال inotropic effect هذا ال inotropic effect will be positive in the sympathetic innervation and it will not be negative هتكون محايدة in the parasympathetic innervation تمامٌ 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 طيب هلا احنا متفين انه في عنا مصطلحين في عنا اشي اسمه diastory of the blood هما ventricular systory اللي هي بتبنيش فعا ventricular contraction and ejacuation اللي هو قذف الدم تمامٌ ونفس الاشي بالنسبة للاتريام في عندي اتريام diastory في عندي اتريام systory systory begins with atrial contraction and diastory begins with atrial relaxation لاحظوا هون في اشي كتير كويس هاد الرسمة هاد الرسمة هاد الرسمة اللي هون راح ينشرحها بالشيط القادم هاي الرسمة اللي هون راح ينشرحها بالشيط القادم هاي ال P wave و ال Q R S هاي هي ال ECG هاي هي الرسمة التخطيط القلب راح ناخذ عنها بعدين بس انا اللي بدي يتميزوه انه لاحظوا انه ال atrial diastory بصير في ارتخاء بيحبي ال atrium بالدم بعدين بيعمل contraction ال atrium بيصير في عندي atrial systory ال atrium systory اللي هو لما يعملوا ال atrium contraction وينزلوا الدم لل ventricles طول هاي الفترة يعني اللي هو عم بعمل فيها ال atrium جمع دم بعدين قذفوا جوه ال ventricle طول هاي الفترة لسه ال ventricle مرتخي بس يخلص ال atrium systory ويرجع يعمل relaxation راح يبلش ال ventricle يعمل contraction عشان يطلع الدم فاذا هون اول اشي contraction هون تحت بيكون relaxation عشان ينزل الدم من فوق لتحت بعد ما ينزل الدم لتحت هدولا بيعملوا relaxation ولتحت ventricles بيعمل contraction عشان يطلع الدم خلال ال atrium فلاحظوا ال atrial systory خلص مع انتهاء ال ventricular diastory بلش ال ventricular systory يعمل contraction بعد ما كان ال atrial systory مخلص ال atrial diastory طبعا بعدين ال ventricle خلص contraction راح يصير يرتخي تمام راح يرتخي مو شرط اول ما يرتخي يصير فيه ventricular diastory يصير فيه atrial systory لا ال ventricular diastory بيبلش وبياخد وقت عبل ما يبلش ال atrial systory لاحظوا زي ما حكنا انه ممكن ال diastory تبعهم التنين يكونوا بنفس الوقت بس مستحيل السيستوري تبع التنين يكونوا بنفس الوقت فمثلا عندي انا هاي الفترة الزمنية وعندي هاي الفترة الزمنية خلينا احذف عشان تكون اوضح عندي هاي الفترة الزمنية وهاي الفترة الزمنية التنين يا اخواني في الله يكون في عندي diastory فيهم both ال ventricle او ال atrial بينما ما عندي اي فترة زمنية يكون فيها systory للتنين بنفس الوقت بيخلص السيستوري تبع واحد بيبلش السيستوري تبع التاني تمام؟ نلقاكم في الفيديو القادم ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته